اهلا بكم لو عندك ليفة الاستحمام دي انت عندك كائن حي كارسي انت مربيا وحطا معاك في البيت هقولك النهاردة على خطورة ليفة الاستحمام الطبيعية دي معلومة لو لسه ما تعرفوهاش هي منتشرة المعلومة دي دلوقتي على كل وسائل التواصل الاجتماعي مش هقولك المعلومة دي وبس واسكت على كده لا كمان حفيدك فانا هعرفك ازاي تعملي ليفة صناعية عندك في البيت الليفة دي بيت شرغالية جدا من ايكيا انت هتعمليها عندك ببلاش موجودة عندك في البيت يعني ان شاء الله النهاردة مش هتخرجي غير وانتي مستفى يعني معلومة وفكرة في نفس الفيديو بس ما تنسيش في التعليقات تعرفيني على نفسك وبتشاهديني من انهي بلد كمان تدعميني باللايك لو الفيديو عجبك وبالاشتراك في القناة لو انتي اول مرة تشوفيني يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب الليفة دي يا بنات الليفة الطبيعية اللي بتتزرع من نبات اللوف مش الصناعية الليفة دي يا بنات كائن حي فعلا يعني لما انت بتستحمي بيها الليفة دي طبعا بعد الاستحمام بتكون ردبة فبتكون بكتيريا وحاجات خطيرة جدا البكتيريا دي بتنمو فيها وحنا بنستخدمها طبعا علشان نلايف بيها جسمنا وننضف وحنا طبعا ما نعرفش انها بتنشر البكتيريا على جسمنا المشكلة كمان لما بتكون ردبة وشوية شوية بتكون كمان الفطر الاسود الفطر الاسود كمان اللي كلنا سمعنا عنه ده كمان بينمو فوق الليفة دي اكيد لو حد منكم بيستعملها بيبقى عارف لما بتكون على اطراف الفتحات والسقوب والسنايا والخبايا اللي بتبقى موجودة جوه الليفة دي وهي ردبة بيتكون عليها وعلى اطرافها كده يعني اللون اسود كده واحنا نفتكرها انها مثلا مش نضيفة او حد مسكها ويده فيها حاجة والسخة يا بنات الليفة الطبيعية دي مع الرطوبة بتكون فطر اسود وكمان بكتيريا وحاجات تانية خطيرة اكيد موجود جواه واحنا بننشر الحاجات دي على جسمنا الاستاذ الدكتور هاني الناظر قال ياريت كلنا نرمي الليفة دي ايه لو ما عملتش حاجة حالية انو في الوقت الحالي ده اي مرض او اي حاجة وربنا حفظنا ممكن مثلا تعمل حساسية للجلد واحنا ما نعرفش الحساسية دي جات ليه او لا اي حساسية لأولادنا برضو تلاقي فجأة كده الطفلة او يعني اي شاب يعني او اي حد من اولادك فجأة كده قعد يهرش او مثلا جلده حمر او اي حاجة حصلت فيه فجأة وما حدش عارف من ايه مثلا ما عندوش حساسية من اكل ولا اي حاجة ايه واحنا ما نعرفش ان هي الليفة دي هي السبب اللي حصل في اجسام اولادنا وفي اجسامنا ولو اي حد بيستعملها من اصحابك او عيلتك اعملي مشاركة للفيديو ده عنده واعرفيه بالمعلومة دي تاني معلومة معايا اللي هي لو ما حدش يعرفها برضو لانها برضو معروفة من زمان وانا عن نفسي عارفها من زمان الليفة بتاعة المواعين دي الليفة المواعين الصناعي دي ايه لو غسلتوا بيها مثلا اي حاجة ايه مكان بيض او سمك او لحمة ايه او فراخ اي حاجة يعني بتعمل زفارة ايه الحاجات دي كلها بتخلي الليفة ينمو جواها ايه بكتيريا ايه برضو البكتيريا دي بتبقى ضرة جدا واحنا بننقلها على بقية المواعين التالية لما فيهاش حاجة كمان لو غسلتوا بيها الاسطح بتاعة المطبخ هي هي كمان لو انتوا غسلتوا بيها كمان غير الحاجات اللي هي فيها زفارة او بيد او لبن او اي حاجة لو غسلتوا بيها بقايا الطعام ومن غير ما تكونوا منظفين الطبق الاول اللي موجود فيه بقايا الاكل تنظفوه تخسلوه كويس او تنزلو منه اي اكل زيادة وبعد كده تخسلو بالليفة دي برضو بيتكون عليها بكتيريا جواها احنا ببنشوفهاش بعنينا كمان بيحصل عفن جوا الليفة نفسها لان جواه فيها زي اسفنج كده الاسفنج ده برضو بيكون جواها عفن واحنا بننقل كل ده لباقي اسطح المطبخ اللي موجودة عندنا او باقي الموعين اللي موجودة عندنا طب امال احنا نعمل ايه دايما ان احنا نغيرها باستمرار يعني تقريبا كل اسبوع او عشر تيام نغيرها طيب خلال الاسبوع او عشر تيام دي نعمل ايه كل يوم بعد ما بنخسل الموعين في اخر اليوم لازم نطهارك كويس اوي بمطهرات كمان ونعقمها اما بخل تضلقي عليها خل او تضلقي عليها ديتول سك كده من غير اي اضافات اضافة ميا للديتول ده ده حيطهارك كويس اوي لعندك دولة ده ممكن شوية من الكولور صغيرين كده تحطيها عليها وقبل ما تخسلي بيه الموعين تاني يوم ابدأي اخسليها كويس اوي ونزلي منها الكولور ونزلي فيها مياه كتير واخسليها بالصابون وبعد كده اعملي بيها الموعين بتاعتك لان الكولور خطر جدا جدا على الادوات المائدة اللي احنا بنستخدمها كبيات واطباقه معالق والحاجات دي وربنا يحفظنا جميعا يا رب من كل ضرر وكل مرض وكل ازال فيه طريقة تانية برضو للتعقيم انك تحطيها في المايكرويف حوالي دقيقة او دقيقتين كده برضو هتتعكم ومش هيكون فيها اي بكتيريا خالص او لو عندك غسالة اطباق قبل ما تشغلي الدورة بتاعت غسيل الموعين والاطباق اللي جواها حطي كده في سن من السنون وقفيها كده الليفة بالمنظر ده كده وعادي جدا هتشغلي الغسالة بتاعت الاطباق حتتعقم جدا جدا الليفة مع الميا الصخنة الجامدة جدا اللي بتبقى جوها الغسالة اللي بتغسل بيها الاطباق وحتتعقم وممكن تستخدميها لتاني يوم مش حسبكم كده برضو ولا تمشوا من الفيديو غلا ما وريكم برضو ازاي تعملوا ليفة استحمام لان الفكرة دي جات لي اول لما عرفت موضوع الليفة الطبيعية الخطر دي الليفة دي كمان سهلة في الصناع بتاعها وممكن تكون مشروع مربط دخالي لبيتك دخلي زيادة بالمشروع ده وانتي قعدة في البيت مش هتتعبي ابدا حاجات سهلة جدا فكرة سهلة جدا كمان مش هتتعبي وتعودي تخياطي ولا اي حاجة نستخدم استك اي استك كما وردتكم استك الاصفر الكبير ده كمان ممكن تستخدمي الاستك بتاع اي كمامة عندك مستعملة كمان قماش القماش ده اسمه قماش طل اي قماش طل يكون فايد عندك او عندك خياطة صاحبتك مثلا بيفيد عندها قماش طل او ممكن كمان انك تشتريه مش هنتقيد بطول معين للقماش ده بس المهم ان هو يكون رفيع بالشكل ده العرض بتاعه حوالي حوالي 40 سنتي وحنقفله من الجنبين لو انت عايزة تخياطيه من جنب واحد يعني خياطيه او من الجنبين ممكن كمان انك تلزقيه بشامع هيثبت جدا ومش هيطلع ابدا من المياه ولا حاجة وحتجيبي عندك اي ازاستين دلوقتي الازايز دي موجوده في كل مكان الواحده بعشرة جنيه بتتباعه بنحط فيها مياه بدل الازايز اللي هي بتاعت المياه اللي بتستخدم لمرة واحده دي بتقبل مفيده جدا ولازم تكون في كل بيت تحط فيها مياه تحط فيها عصير وهتلبسيها بالشكل ده كده هتبقى سهل او تشدي على تحت كده كمان الازايز بيزحلع يعني القماشة بسرعة اللي هي الطل دي فحتدخل معاك بكل سهولة وسريع جدا يعني مش هتتعبك في اي حاجة خلاص كده القماشة كلها كده دخلت بالمنظر ده حد من ولادك بقى يساعدك في الموضوع ده يمتكلك الازاستين كده وانت تنزلي القماشة على تحت انا بقى ما كانش حد عندي كمان عشان التصوير عملته لكم انا بايدي الوحدي اي لون عندك بقى انت حابة وتعملي ليكي ولولادك وكل حاجة بقى وتفرحي البيت كله والعيلة بقى هدايا والكلام ده هتجيبي الاستيك انا استخدمت الاستيك بتاع اللي هو اللي بنعمل به المنطلونات والحاجات دي الاستيك اللي بيتشرب المتر ده قلت ده هيبقى اسهلي كمان جبته طويل شوية علشان سهل علي هدخل الطرفين ببعض بالشكل ده كده وهعمل عقدة وهشد جامد جامد كده علشان تتعقد كويس جدا ممكن تعملي كمان عقدة علشان ممكن ان هو يفلت تاني هتفضلي مسكها بايدك بالمنظر تا كده ايدك الشمال ولما تيجي تنزلي بقى القماشة اللي احنا حطيناها لطل هتعملي يعني خلف خلاف كده او عكس عكاس القماشة وتفضلي مسكها بصبع كده زي ما انا ما بعمل كده بالضبط تفضلي بقى شغالة بالشكل ده كده والترتيب ده واحدة من هنا واحدة من هنا بدأت اصرعهو خلاص انا وردكم الاول ببطء ازاي كنت بعمله نفضل بقى بالشكل ده كده وفي الاخر هتطلعي حاجة كويسة قوي هتستخدميها عندك في البيت الليفة دي بنات بتتبعها فقايكية بتبقى غالية كده فليه يعني نشتري حاجة غالية كمان ليه نستعمل الليفة التانية اللي هي الطبيعية دي طالما عرفنا انها مدرة لنا فاحنا كده نعمل بالمنظر ده كده وطبعا كل فرد من افراد الاسرة لازم يستخدم ليفة لوحده دي حاجات شخصية محدش ابدا يستعملها وبعد ما تخلصي استعمال الليفة دي ممكن انك تنشريها في الشمس كمان ممكن انك تخسليها بشوية مية وكمان شوية مسحوق غسيل جل او بودر او اي حاجة تعمليها وتتعاملي معها كأنها قماشة عندك بتستخدميها زي ما بتخسلي بلوزة او بانطلون او اي حاجة هتخسلي برضو الليفة دي وتعتني بها اعملي لولادك بقى كل واحد ليفة بلون مختلف وشجعيهم على النظافة يارب تكونوا استفدتوا بفكرة او معلومة من الفيديو ده ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة في كومنتات وتقولولي رأيكم وتعرفوني على نفسكم لو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو ومشاركة تعرفي حد بالمعلومات دي لو لسه مشتركتيش معايا اشتركي معايا في القناة لغاية ما قابلكم الفيديو الجاي على خير خلوا بالكم من نفسكم يا حبيبي باي باي اشتركوا في القناة